السلام عليكم ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين وعزيزاتي المشاهدات في هذا الفيديو جديد اللي كانت من الخلال وأننا ملقاكم بأحسن صحة وعافية وتكونوا إن شاء الله كمين بخير وعلى خير فدائما كيف ولفنا وكيف لعيدك كما بدأوا الفيديوهات دعونا بصلاة على سير محمد اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سير محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإن شاء الله سيبدأوا امتحانات الناس الذين عندهم البكالوريا فكيف دعينا مع تلاميذ ديال اللي كان عندهم الجهوي فدبا إن شاء الله مع أصحاب البكالوريا فالله يصر لهم كاملين والله ينجحهم وأيضا حتى طلبة وطالبات ديال الجامعة فالله يسهل على أولداتكم وولدات سائل المسلمين إن شاء الله بالنجاح ويفرحوكم وتفرحوا بهم إن شاء الله ويكون كل شي مزيد فبالنسبة للعروض اللي غادي تكون معنا في هذا الفيديو هذا فغادي يكونوا فيها واحد العروض اللي هي وطنية غادي تكون ابتداءا من غدا ديال ثلاث بالنسبة لذلك غادي تكون في تاريخ ستغ فغادي تنسى ان شاء الله ستغف شرفة كيف قلنا العروض اللي غادي تكون جميع محلش بين المغرب فمشي نشوفوا العرض أشنو كين فيها كجديد ونتعرفوا على كل حاجة بتمن ديرها بطبيعة الحال بالشرح فأول حاجة كين معنا واحد البيسكوي ديال اسمايل بالنسبة لهذا ففيه ناكهات اللي هم مختلفين فكين مثلا ناكه هذي النوع زيت وكين أيضا حتى ديال الفريز وكين أيضا حتى الحليب والشوكولة وكين أيضا حتى اللي هو بالشوكولة بوحده فهدو هنا كيف قلنا ربع ديال ناكهات وبنسبة لهذا البيسكوي هذا فيه مية وتسعين جرام يعني جيال رابعة وتمان ديالو كيدير ستديل ترهم ستديل ترهم يعني مية وعشرين ريحة من بعد كين معنا أيضا حتى واحد العلبة اللي فيها كريم تفخوماج أو لكريم تشيز أو لجوبنا فبنسبة لهذا العلبة ففيها كيف قلنا مية وين كرام وتمان ديال ناكهات بعشرين درهم اللي هي 400 درهم من بعد أيضا كين معنا حتى واحد كبسولة للغستالة الأوتوماتيكية فبنسبة لهذا ديال أريال اللي هم معروفين فهم كيف قلنا على شكل كبسولة فكتجي فيها 40 كبسولة يعني 40 مرات ديال الغاسيل وبنسبة لهذا الصاشي اللي فيها 40 كبسولة فكتجي بمية وعشرين درهم مية وعشرين درهم يعني 2400 دريال فلقسمنا على 40 غدي تعطينا 3 درهم الوحدة فبحل هذه الكبسولات ولو بعد المحلات كيديروهم كيبيعون على شكل ديال كيلي كيبيعون 3 ونص وكيلي كيبيعون 4 درهم الوحدة فهنا كيف قلنا غدي تجيكم ثلاثة درهم الوحدة بشكل تقام من بعد غدي نمشي نشوفه باقي العروض فكيني معنا عروض أخرى مثلا بحل هاد الكروكيت اللي هو خاص بالقيطات فبالنسبة لهنا فجاش واحد خنشة كبيرة اللي فيها تقريبا ثلاثة كيلو فثلاثة كيلو جاش بـ 75 درهم يعني بحل نقوله 500 دريال كيلو وخمسة واسبعين درهم يعني 1500 ريح ومن بعد فكيني معنا أيضا حتى واحد صاشي اللي فيها 300 جرام ديال لينوغيت ديال الجاش او القطع ديال الدجاج المجمد فبالنسبة لهذه 300 جرام يعني فيتها رابعة وثمان ديال الجاش بـ 26 وعشرين درهم يعني جاش بـ 520 ريح فبالنسبة لينوغيت عندبي مرة ثمان ديرهم ديما تختلف من الماركة حانت كلها وحدة وكيفاش نوغيت كون ديره هنا أيضا كين معنا حتى عصر بالحليب فكيني هو بـ بـ بالحليب وكين أيضا حتى بـ بلمون وليمون مع الحليب طبيعية الحال فهذا العصر هدا ديال تويست ديال فالنسيا منصبه التامان دياله فكيني يجيب 7 درهم للايترو 7 درهم يعني 140 ريال ومن بعد كيني معنا واحد الموت للاجاش واحد لبوت غلاس فكيني هو بالفخون بواز وكين أيضا حتى بالاناناس وكين أيضا حتى بالشوكولة بالنسبة للايبوت غلاس فكل واحد فيه 125 ميليليليتر يعني فيه رابعة وبالنسبة للتامان فالتامان كيف غادي نشوفه فهدو كيني يجيب عشر ديال ترهم فكيف قلنا كيني ثلاثة ديال نكاهات مختلفين من بعد أيضا كيني بينا نشوفه كين معنا حتى واحد المسحوق ديال غسالة الأوتوماتيكية اللي ماشينا لها في أوتوماتيك منسبة لها اللي هو معروف عند محلات ديال بيم اللي هو لامارك ديال بيل فبنسبة لهنا فكيني معنا خنشا ديال 12 كيلو منسبة لها المنتوج راكنوا بزاف ديال ناس كيشكروا ولكن ما بقوش كيجيبوه بزاف هنا كيف قلنا خنشا ديال 12 كيلو غادي 144 ولا 145 درهم يعني 2900 دريال منسبة لها حسبنا الكيلو تقرب مشحل غادي 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 جايل 12 درهم 240 منسبة ل الأمو فلا لحثو مؤخرا كنا دو وزنا في الفيديو هات اللي كانوا قبل فغي سبعة كيلو كانت تقرب مشي 140 درهم هنا ايضا كين معنا حتى واحد لكوش اللي هما خاصين بلي ديطايل اللي هما اختلفين فكين مثلا ساشي اللي فيها من نمرة 3 و4 فيها تقرب 12 بيسا وكين ايضا حتى نمرة 5 و6 اللي كتهم الوليدات اللي فيهم ما بين 7 كيلو حتى 15 كيلو فهديك فيها 12 بيسا وبنسبة الوليدات من 12 حتى 18 كيلو فهديك فيها تقرب 11 بيسا من بعد كيلو معنا ايضا واحد القوف خيت قوف خيت بشوكلة شوكولة انطنس ديال فلوغبي بنسبة لها الماركرة هزوينة بنسبة لها القوف خيت فهجاج فيها 18 كرام يعني كتر من رابعة وتامن ديالها جاج بواحد 8 14 كتر من رابعة صغيرة متي رابعة اللي هي 250 كرام فهدي فيت رابعة صغيرة اللي هي 150 كرام فهدي فهدي فهي كرام وجاج 14 درام اللي هي 280 هنا كنا معنا فونتوس كويزين بالنسبة لها فونتوس ديال كويزين فجاج بسا ديال درام يعني جاج ب120 فشكل ديال ها صغير وحتى البلاسة ما ديش تشجد لكم بلاسة بحال فونتوس كبيرة بالنسبة بالعروض اللي كين فكين واحد اللي هي غورت اللي هو مزوش بالنسبة هذا في 150 كرام في الفرمبواز في السوريز في الفخيز وفي ايضا حتى الخوخ والخوة الباسيون فبنسبة هدو يجي بخمسة درام وصل الواحد يعني 120 درام فبنسبة الباقي العروض كل اللي شفناها فكين موت اللاجاج كين قوف خيط ايضا مذكر لكم 8 الفر 14 درام من بعد كان ايضا حتى الباسكويت صندويش اللي هو على شكل سمايل فهذا يجي بسادي الدرام بالنسبة الكابسولة دي الاغسالة اوتوماتيكية فهذا يجي 120 درام بالنسبة لكوش اللي قلنا دي الصباحة فكي يجي 40 درام الصاشي كين اللي فقلنا وكين اللي فيها 12 40 درام يجي 100 درام وكين معنا ايضا احت الوضو بالسد درام ومسبة الكروكت دي القيطات فكي يجي 75 درام وبنسبة المسحوق الخاصة اللي هو 12 كيلو فكي يجي 14 درام اللي هي 1900 درام فكين وحدهم جميع العروض اللي غادي تكشف ان شاء الله عندما حل دعيوا مع ولداتكم ولدات مسلمين بالنجاح وايضا لا تخطني الفرصة باش راح بكم وبالنس جدوا لقون وشفوا القناة دي واشتركوا معنا وتفعلوا الجرس باش دائما وصلكم الجديد في القناة فانطلقا كم في الفيديو جلقا كم بحس صحابة وعافية لكم حين كم بغن قول لكم تبارك الله اشتركوا في القناة